اشتركوا في القناة نائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وأنجال سموه شيخ ناصر بن حمد الخليفة الكرام ونظم الفريق الملكي للقدرة ممرا شرفيا لسموه شيخ ناصر بن حمد بمناسبة إنجازه التاريخي بحصوله على المركز الأول والميدالية الذهبية لبطولة العالم إضافة إلى الميدالية الذهبية للفرق والمركز الأول في مسابقة أفضل حالة جواد التي تم تنظيمها بعد السباق للجواد داركولا ماجوري الذي شارك به سموه وتوج باللقب بجدارة واستحقاق بهذه المناسبة أعرب سموه شيخ ناصر بن حمد عن بالغ سعادته بهذه الأجواء المثالية باستقبال الجياد مشيدا سموه بالجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء الفريق الملكي للقدرة في تهيئة الجياد لبطولة العالم وعمت الفرحة أفراد الفريق الملكي للقدرة بعد الإنجاز الكبير الذي حققه سموه شيخ ناصر حيث عاشت أجواء رائعة ومثالية ابتهاجا بهذا الإنجاز الكبير ترجمة نانسي قنقر